السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأشارك معكم فطيرة بالسلق تأتي من أروح ما يكون سهلة بسيطة لعجين ديالها بدون ذلك ولا تعب معناتها رحنا تمدع لمدة التخمير هكذا بشجينا هاد الفطيرة طارية وخفيفة والحشو كالعادة اختياري على حسب الدوق والحسب المتواجد في المطبخ لكن يعني تبقى حشوة السلق والسبانخ بزاف ملائمة لمثل هذا النوع من الفطائر رح نصلوا كامل على رسولنا الكريم عليه افضل والصلاة والسلام لماذا لا تضغط على زر اللايك لايك للفيديو فضلا وليس امرا هكذا بش نشجح ونزيد لكم المزيد والمزيد من الوصفات المنزلية الناجحة قلوا بسم الله وعلى بركة الله وندخلوا مباشرة في الحشوة ادينا هنا كنت اخطيت مقلات ترتفها ثلاث مغارف كبارتها الزيت خليت حوالي ثلاثة ولا اربع فصوص من الثوم يعني جو وسطا فقط في السكرفاج وراني نحمس فيهم في هذيك الزيت هنا اخطيت ملعقة كبيرة يعني غير مملوقة جيدا من معجون الطماطم لانني استخدمت يعني تقريبا زج ربطة تعسل قول السبع نخ يعني لدي الربطة واحدة فقط وتحب تزيد يعني اي اضافة للحشوة ديالها ندير حوالي نص مغرف كبيرة فقط رح تكون كافية هاي لك ذلك رح نحمسها مع هذك الثوم فقط لما تكونوا تحمسوا في الثوم ومعجون طماطم ولا اي توابل حاولوا تنقصوا للنار يعني خلوها قريب تطفع هكذا باش ميتحرقوكم شعني هادا المكونات هناكي ماشتو خضيت حوالي يعني مية نغرام ولا يعني كل واحدة تستخدم قدمات حب الزيتون بدون عضم قطعته شرائح يعني هذا الزيتون ما غليتو ما حتى حاجة أنا الزيتون ندير يعني بيه بالملح دياله لكن يعني نحاول ندير شوية ملح فقط في الأكل ولا يعني نستغنى عليه نهائيا هناك كذلك كونسكافزو تبتع طماطيش أنا شوفوا الملح قدمت يعني درت شوية فقط درت شوية فلفل اكهل ودرت حوالي ملعقة صغيرة مملوقة جيدا من البابريكا ولا فلفل عكري اللي تحب تغلي الزيتون تحا عادي يعني تغليه ومبعد يعني تعدل المرح على حسب دوقات دياله هاي ليك الآن وش راح ندير؟ ندير الغيطة ونخلي يعني حوالي دقيقة ولا زوج فقط على نار من هادئة إلى متوسطة نرجع لها نلقاها بهذا الشكل لانا ما ورد لكمش المرحلة تعسل يعني نخديت زوج ربطات خصلتهم مليح مليح يعني الربطة الأولى درتها هي بالسيخة دياله ولا الربطة الثانية يعني درت الأوراق فقط يعني انتم ما ديروا وش حبيته درتها فقط على البخار ومبعد لما يعني طفيت لها خليتها في الكسكاز هذاك وعبستها مليح مليح بالمغرفة حتى نخرج لها كامل كمية تع الماء الزائدة هنشوفوا يعني درت شوية تحسلق فقط مش راح ندير هاد الكمية يعني حاولت نخلطها هكذا بش تخلط لي مليح مليح وبعد نزيد نضيف الكمية الاخرى ونزيد نخلطها مع بقية المكونات هايليك الآن وش نديره راح ندير الغيطة هاكذا بش هذاك السلق يزيد يطب لي مليح 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 مع هذاك الزيتون هذيك الثوماتيش يعني كذلك تدخل مع كامل هاد المكونات على نار يعني تكون من وتواسطة الى هادئة بعدها راح نحي الغيطة ونبدأ يعني نحرك في هذك السلق ضروري تنشف لي كامل كمية تع المرقة هكذا بش هذا الحشو يعني راح تجينين ناشفة وكذلك تبرد مليح مليح هكذا بش متقبل شاء العجين نستخدم العجينة سهلة و بسيطة نضيف مغرف كبيرة من الخميرة الخاصة بالخبز نضيف مغرف كبيرة من السكر نضيف ملعقة عادة نضيف مكونات نضيف مكونات نضيف مكونات يعني تستخدموها فقط للمعجنات هايليك هنا رح نفرغ يعني الفارينا والفارينا اللي وريدها لكم هي سيم وتعددة الاستعمالات يعني أنا كي نلقاها نخدم بها كي ما نلقاهاش يعني نشري ماما هايليك وتوجو يعني المشتركين اللي رح ميشوفوا القناة بشكل دوري يعني رح موال فيني ولو تقريبا يعرفوا طريقة العجن اللي نستخدمها نبعد لهم تحية ونقول لهم يعطيكم الصحة والعافية ركوا كفيتوا وفيتوا والمشتركين اللي دخلوا جدا يعني رحبوا بيهم ونقولهم مرحبا بكم في العائلة انتها سابح كيتشن إن شاء الله ينكبروا الها إلى التعنا ونوصلوا المليون أبوني نرجعوا لعجينة التعنا قدكم لما تكون هكذا طريقة يعني ما زال ما تطميتوها ش مليح مليح تبرو فيتو تخبطوها هكذا بالملعقة يعني لما تخبطوها هكذا رح تجيكم لعجينة شابة بلا ما تدلكوها معناتك ينكتب في العنوان أي عجينة بيدون دلكو ولا تعب لما تكون هكذا العجينة طريقة خبطوها مليح مليح بالمغير هكذا بش تجيكم العجينة بتاعكم زافة الشابة الآن رح نكمل بقية الطاحين دو كان نوزن لكم في الأخير كامل ونقولكم يعني ش هل استخدمت من الفارينا هايليك أنا توجغي نقول الفارينا ومبعد نزيد مورها نقول الطاحين الأبيض لأنه كان يعني مشتركة يعني من غير الجزائر ما يعرفوش كامل وش مانتها الفارينا هايليك هنايا رح نستغنع عن الملعقة ونكمل باليد هكذا بش نعرف يعني وقتها نحبس لكن عموما القوامتها العجينة تعنا رح تكون عجينة طارية تلتسق في الآياتي يعني هنا رح ندير في الفارينا ما يشتبن تلتسق لكن يعني هديك الفارينا رح نغطيتها من فوق كامل فقط وإلا العجينة تاهية رحي طارية ما تزيد يعني تروبوزي شوية وتتخمر التخمير الأول يعني رح تولي في القوام المناسب هنا رح نجيبوها يسيبيون ندير لها شيئا زيت ونخلو العجينة تعنا تتخمر حتى يتداعف الحجم مرتين معناتها وحدة العجينة لما تكون تريعا نخبطوها مليح مليح بالمغيرفة ثانيا التخمير الأول مهم جدا خلوها تتخمر مليح مليح هكذا بش العجينة جينا شابها هادا إذا ما كناش رح ندلكو اللعجين هنا شوفوا واحد كيلو غرام شح البقالي منه يعني استخدمت حوالي خمسمائة وخمسين غرام منها الفارينة هايلك الآن رح نروحول الصينية والقيس تحت الصينية اللي رح تخدمو بها كذلك مهم جدا بش هاد الفاطيرة ما تجيش خشينا بزاف أنا ما كانش عندي صيني يعني مدورة وتكون شوية كبيرة ضروري يعني القطر التاحة يكون ستة وثلاثين سنتيمتر ولا زيادة شوية ولا ناقص شوية استخدمت هاد الطاجين يعني اللي نضيبو فيها المطلوح عادي عاوليك يعني ملفوق فيه ستة وثلاثين سنتيمتر ذو نقولكم القاعدة اوش حال هنا يعني في الداخل كامل لما قصته تقريبا نلقيتو حوالي ثلاثين سنتيمتر معنات هاد ملفوق وملتحته مش كيف كيف لكن ذو يعني نديرو رؤستيس حاك تباش هاد الفاطيرة نقدروا نديروها في هاد الطاجين ذو كالعجينة التاعي رح نقسمها الى قسمين غير متساويين اللي نديرو ملتحته يكون صغير اللي نديرها ملفوقها كغيطة لهاد الفاطيرة نديرها شوية اكبير وكيفاش رح نغلق هاد الفاطيرة يعني رح نرفضها ملتحته كامل ونحاول نحكم هاداك الغيطة انتها الفاطيرة اللي هو من العجين ونحاول ندخله للداخل اذا كانت عندكم سنوة عادية يعني 36 ولا 40 من الفوق ومن تحته كيف كيف رح تحطه فقط العجينة فوق العجينة وتحاولوا عني تبيكي وكامل بالاصابع ادي لكم يعني دو كنوري لكم كل حاجة تطبيقيا انا تقدر واحدة تقول لي مثلا خلطيها كيف سنوة 36 ولا اذا كانت عندك سنوة يعني 36 حتى الربعين يعني رح تديري الفاطيرة التاعك عادي تقسمها على قسمين متساويين وديري طبقة التحتانية والطبقة الفقانية انا وريد لكم لانو هذ طاجين يعني تقريبا را كان كامل في البيوت الجزائرية وحبي التاني نوصلكم الفكرة انتا لما ما تكونش عندكم صينية ولما عندكمش يعني تقدروا تتصرفوا بالحاجة اللي عندكم في الدار هنا شوفوا قسمت العجينة التاعي بعد ما خرش لها شوية الخمور على اثنان الجزء الاولي رح نديرهم التحت درتوش شوية صغير والفوقاني درتوه كبير اعلي هاي لك يعني دوك تفهموا كل حاجة هنا رح نكسلوا هاد العجينة يعني هاد العجينة تجي ما شاء الله وتجي بزاف طرية ولو كان ما شفتش بلي القيسطة الصينية يعني يلها بدور فالنتيجة النهائية هاد الفطيرة يعني ما كونش نقعد ناس يستيعله وإلا يعني كنت تلكم القيسطة الصينية وخلاص راكوا ولفتوني أنا الحاجة يعني كي تكون مهمة نمد لها وقت مليح من الفيديو لما الحاجة يعني تكون كامل اللي تعرفوها يعني نسرع الفيديو ونجوز عليها عادي هاكدا يعني باش ننجحوا كامل في هاد الوصفات وصدقون يعني الهدف الاول تاعي من أنني درت هاد القناة والفرحة ديالي هو أنكم يعني تجربوا الوصفات وتنجحوا فيهم ومن المرة الأولى سيبو خصيل يعني قعد ناس يستيعلك كل حاجة يعني الحاجة اللي مهمة الحاجة اللي تديروها اللي ما تديروهاش هاكدا باش هاد القناة يعني تكون مفيدة يعني مشي الواحد يدير وصفة وخلاص احنا كسلت العجينة الاولى ودرتها في القاة كما راكم تشوفوا بعد ما دهنت يعني هاد طاجين تاعي بالزيت هايليك حاولو تبكوها كامل بالشوكة ولا الفرشيطة هاكدا يعني باش ما تنفخ لكمش اكتر منها اللازم والحشوة راكم تشوفوا فيها يعني ما فيها حتى قطرة تعمرقة يعني نشفتها مليح مليح وكذلك النقطة المهمة يعني خلوها تبرد هايليك لانو الحشوة يعني لما تكون سخونة ونعودوا نغطيها هداك البخار كامل يعني راح يندينا العجين وممكن الفاطيرة تعكم يعني تجي معجنا وكذلك ممكن تتقبلكم العجينة يعني شوفوا كيفاش نديروا الفارينة فوق سطح العمل يعني مش نديروا من فوق يعني نديروا هاكدا بجنب شوفوا كيفاش نديروا كيفاش تتوزع الفارينة هاكدا حاولوا تديروا هاكدا يا باش الفارينة يعني توزعكم كامل فوق سطح العمل لا وبيتتساوي راح نزيدو نكسلوا العجينة الثانية تاعنا هايليك فرمج رخيص الثامن فرمج نابولي يضوب داخل الفطائر مليح امليح فرمج واحد اخر تستخدم موش حبت كل واحد على حسب المقدور سوف نتكر ستة وثلاثين سبعة وثلاثين حتى للربعين سوف يقسم العجين التاعه الى قطعتين متساويتين ويكسلهم معادي عجينة، القسمتها عل 4 قطعتها باجم قد نرفضها كمطوية وننكسلها فوق الفطائرة هذه طريقة سهلة للمبتديئات اذا كان العجين مالفوق تحتالى نحكم العجينة من الفوق نرفض العجينة تحتها باليد الداعي ونحاول نشك العجينة كامل من الداخل نحاول نخبز هذه الفطيرة ونخرج لها كامل الهوالرة في الداخل ثم نرسل لها كامل من الداخل نريد أن تضيف النهارات كامل من الداخل نجد الأطراف ونذهب ل الأطراف نحن نشربه في القهوة نضيفه في المركز نضيفه في المركز نزيفه في المركز نضيفه 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 تخمر و ترح لكم كامل هذه الديسة لمن بره اخذت حبيت و ادخلت لها شئ خل و ندهم بها الوجه الفطيرة لفرن لا يحمر شمليه ديري الصفار فقط هذا يعني بشهد الفطيرة تجيكم حمره او شبه و حاولوا لا تقصوش الصينية بالبيت لما تدخل الفرن يعني باش ما تتحرق لكمش اخذت شئ جلجلان بالنسبة للطياب يعني الفرن تكونوا سخنتهم مقبل 10 او 4 ساعة مخبوزات تقريبا كامل اللي فيهم هكذا الخميرة ولا نطيبوهم على اعلى درجة لكي يشغل نتيجة مليحة يعني اللي الفرن تحتها غاز تشعل عادي ملتحتة و لما تطيب لها وتمثل وجهة تحتها ملفوق تحسوا بالينشف دعو تحمرها ملفوق لي الفرن تحتها اميروحة و يشعل ملفوق في نفس الوقت يعني حطيها كذلك على اعلى درجة و خليها طيب يعني رح تطيب ملتحتها وتتحمر ملفوق في نفس الوقت نحن نتحقوا صغيرة فقط ان تحصلوا من تحتها نحن نتحقوه من اللقاء نحن نتحقوه صغيرة فقط ومسحة تدور الحشوة على السبانخ رغم انها اقتصادية و بدون لحم لكن مدت لها واحد الطعم اروع وهذه الحشوة على السلق متعددة للاستعمالات يعني تقدر تحشو بها البوراك تقدروا ديروها كحشوة في العجينة تعلم حاجب تقدروا كذلك يعني ديروها كغاتا مثلا يديروا بطاطا لا بيري من تحتها ديرو هذه الحشوة وتغطوا كذلك بطبقة لا بيري مثلا تقلوا البطاطا بدوائر تضيفها من تحت او تضيف العقدة على السلق وتضيفه بطبقة من البطاطا مثلا تقدروا تضيفها مع لازعن وتضيفها على إيبات وتضيفها على السلق في الوسط وتضيفه فقط بشامل وفرماج يعني تجيب زعفة ابنينا أو صنع نهاية الفيديو وفي الأخير مع لي إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته